في إدارة الخلاف بحنكة عدة لحقن دماء اليمنيين والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية كما دعمت الحل السياسي السلمي للملف اليمني والوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن فاليمن الآن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني ومهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية فعودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن ستتيح له تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة الاتفاق الجديد يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي واستتباب الأمن وتحقيق النبو الاقتصادي والمملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني كما تحترم ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل ودورها هو دعم اليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار المملكة تقدر الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح على استراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف